بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل شالحا نوتها أجرحا مرتين واعترنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأهد من النساء نتقيت فلا تقضعنا بالقول فيظمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولي وعجينا الشلاة وآتينا الزكاة وعضينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا وذكرنا ما يتلي في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لديفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات والقانتين والقانتات والشادقين والشادقات والشابرين والشابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والشائمين والشائمات والحافزين فروجهم والحافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم بغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة زاق ظلاه ورسوله أمرا تكون لهم لخيرة من أولهم ومن يأس الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسق عليك زوجك واتق الله وتقفي في نفسك ما الله موديه وتكشن لا سوى الله أحق أن تقشيه فلما قضي زيد من حواطر زوجناك ها لكي لا يكون على المؤمنين حرجون في أزواج أرئيائهم إذا قضوا منهن دوطره وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سندة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويقشونه أحد من الله وكفي بالله حسيما ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبفوه بكرة وأشيلا والذي يشلي عليكم وملائقته ليقرجكم من الظلمات إلى النور وكان به منيدا رحيما تهيتهم يومين قوله سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي ونا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعي من الله بإذنه وسراجا مديرا وبشر البؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا شدق الله العظيم